أنا قررت أبقى ليف كوتش إن كان عالتعليم فأنا رجل متعلم وإن كان عالقراية فقارية الكتابين اللي هما بيشتغلوا بيهم فأنا لامو بلاه والعادات السابع لأكثر ناس فعالية وأعرف كمان أنتوني روبينس وحافظ أقواله عظماء وبعرف أتكلم كويس وبسمع كويس كده عدة الناس بجهزة أهلا بكم إحنا كنا قلنا الحمد لله يعني خلصنا من أجذوبة التنمية البشرية ومدربين التنمية البشرية اللي انتشروا في كل حتة لدرجة إنهم بقوا أكتر من الناس اللي محتاجين تنمية كلهم بيدعوا إنهم تلاميذ الله يرحموا الدكتور إبراهيم الفئي والناس عرفوا طبعا إنهم شوية نصابين وبيأكلوا عيش فجأة كده طلع لنا تطور جديد وهو لايف كوتش اللي هيعلمك إزاي تنجح إزاي تحل مشاكلك إزاي تحب إزاي تبقى مليونير إزاي تبقى شاطر في المدرسة إزاي تعرفي تربي عيالك إزاي تعمل الكنافة بالمانجا هيعلمك حاجات كتير جدا حاجات كده فغفخينة يعني بتاع كله لهم صلي على حضرة النابل إنت جبت المعلومات دي منين خلونا نبقى متفقين إن اللي في كوتش دي سبوبة العواطلية الجديدة شغلانة يعني اللي مالوش شغلانة اللي في كوتش هو مدرب حياة هو في أحلى وأسهل مننا قعد أسمع حد وأسمع مشكلة حد ويدفع لي فلوس في الآخر ما أنا لازم أسمع ما أنا هاخد فلوس أسمع بقى أعالجك بقى أحل مشاكلك دي بقى خليها للظروف بده بدأ نتكلم معي مرة يحاول يتكلم ومرة لا بتحاولي تدخلي معي دواخل اللي هو بيحبها يعني لو الكلينت بيحب البلايستيشن العب معاه بيحب البحر بل بطوياه تديله ثق لو حاس أن أنت بتصق فيه هيثق فيك إحنا بدل ما هنعالجه هنخليه يرتبط باللايف كوتش بس هما بتوعلايف كوتش دول خرجين إيه المدرستين الموجودين في مصر من جامعة إيه مشكلة أن المدالس كتيرة جدا بص لو عاوز تبقى لايف كوتش هات ورقة وقلم واكتب ورايا أو وراها اكتب في سنترز بتبدي كورسات مصغرة من ICF والمتاكوتش الكورسات دي مثلا بتبقى بألف وثلاث تلاف ونص بتفتح لك مجالات انت بقى شوف الطريقة اللي تعجبك والمدرسة اللي تريحك روح يدرس فيها شايف الجمال شايف يبسطولك الدنيا ازاي يعني عادي سهل جدا تبقى لايف كوتش يعني ممكن كلنا نبقى لايف كوتش واهم حاجة في لايف كوتش الكراسة عشان ما ينساش مشوف عشان انا مش فكرة الشخصي بيعطيك كامل الاهتمام ما هو يعني ادفع له فلوس وما يهتمش بيا يعني دي تبقى حاجة صعبة قوي يعني دفعت فلوس ومش مهتم بيا كمان ما هو انت لازم تحدد مستقبلك في الكوتشنج انت عايز ايه؟ عايز تشتغل في سنتر كوتشنج واللي عايز تبقى نصاب كبير لازم تحدد من البداية كده لازم للأواضحين حاجة الكوتشنج يجيب فلوس فيه ثلاثة اوبشنز اول حاجة انه يجيب فلوس كتير جدا ويقلك نقلة فضيعة ثاني حاجة انه يجيب على قد اللي انت عايزه ثلاثة حاجة انه ما يجيبش خالص تقريبا كده الموضوع ملوش علاقة خالص بالعلامة هو يعني فهلوة اجتهاد شطارة حداقة الناس اللي بتدي هنا وده الناس اللي بتدي هنا انا اخطر انا واحد فيهم بقى ده على الميزانية بتاعتك وعلى انت بترتاح لمين اكتر الاختي هنا بتنصحك تخليك في الكورسات المعقولة اللي في الحنين يعني يعني خلاصة الموضوع ده انك تاخد حصص تقوية في اللايف كوتش عند مدرب حياة كده حنين رجل يعني في البسيط محلي يعني مش لازم تروح لجوارديولا ممكن حسام البدري يمشي معاك احمد الاعور اسموه سعيد اردغانا ومستمع المنفخ بشير عنطر وتوفيق العنخ في الايبياري وعلي زمدعانا في احمد مجدي وحد اسمه حداد ميلا سامد او ساعتك هم مين دول؟ الاسعار بقى بتختلف اكتر حد بموجود او رقم موجود في السوق بيبتدي من خمسة وخمسين الف جنيه خمسة وخمسين الف جنيه دول تتفاحوا مؤدم عربية وتروح تشتغل على اوبر والله هتكسبكتر وهتبقى كابتن برضو عادي جدا احنا بناديك حاجة نظيفة يعني مش عاجبك اسأل قدام وتعالى بنيها بنعمل تأسين بنيها بنعمل تأسين بنعمل تأسين صحيح لا شوف الجمال ممكن يقصتلك كمان يعني بص هتبقى لايف كوتش وهتقصت والعملية تبقى ماشية والله انت راجل محترم وفيه كمان حساس تقوية كده دي ممكن برضو تساعدك تبقى لايف كوتش يعني صغنن كده يعني حنين تشتغل في المنطقة بتاعكو يعني هي جمعية ودايرة يتنسب عليك النهاردة وبعدين نعلمك ازاي تبقى زينة وترجع فلوسك قدام عادي يعني الدنيا ماشية الفكرة ان الليف كوتش ده عنده مشكلة انه بيبسط المشاكل والامراض النفسية اللي احيانا بتكون محتاجة متخصصين المفكر اليوناني سفوخسيوس قال ايه قال من كان قادرنا على الانتحار فليافعل ذلك في التوقع كل الموضوع عشان ياخد فلوسك يا سيدي لو تعبين نروح لحد متخصص فيين ايام الزمن الجميل لما كنا نسمع كده عن الطب النفسي الناس اللي تعبت وشئيت يعني عشان ياخد ماجستير ودكتراه وفي الاخر يجيلك حد شهادته متوضعة جدا ويقولك انه لايف كوتش اللايف كوتش شهادته كلها بتتلخص في انه اخد كورس ثلاث اسابيع ودورة مدرب معتمد واربع دورات تنمية بشرية يعني الخلاصة كده والتوتل بتاعهم تقريبا شهرين في مقابل واحد تعب سنين من عمره عشان يمارس المهنة بتاعته اللايف كوتش بقى ده هتلاقيه خبير في العلاقات الزوجية والعاطفية وإدارة الأعمال والتغذية والأمور المعيشية والمفروض كمان انه يديك حلول لمشاكلك في الحاجات الكتير دي ايه الجامعة الشاملة اللي تخرجوا منها الناس دول عارفيني الناس اللي على الفيسبوك بقولك انا خريج مدرسة الحياة اهو ده ما يكبر هيبقى لايف كوتش وهو المفروض كمان يكتشف المهارات اللي عندك اللي انت مش واخد بالك منها خالص مع انك لو سألت حد قريب منك هيقولك انت شطر في ايه فالتعريف البسيط لللايف كوتش هو شخص مش متخصص ومش دكتور نفساني ولا دكتور بشري ولا كان حتى مدير ناجح في شركة كل ما في الموضوع انه شخص هتدفع له فلوس عشان يسمعلك ويهتم بيك وبما انه برا مشكلتك هيفكر فيها بدرجة من الحياة دية وهيحاول يساعدك على حل المشكلة دي طيب ما هو صاحبك او صاحبتك بيقوموا بالدور ده برضو وبلايش صاحبك اللي مستحملك ولا صاحبتك اللي معاكي في كل مصايبك عمرك ما دفعتلها مالين وبطول اللايف كوتش دول المفروض ان هم عندهم اسرار النجاح في كل حاجة وهو ده اكل عيشهم طالما جيتوا هنا يبقى كلكم فشل عارفين ايه هو الفشل عدم النجاح اسوأ حاجة اننا نتخيل ان النجاح في الحياة والوصول للثروة هو سر غامض مايعرفوش غير بتوع اللايف كوتش والله هم لو كانوا يعرفوه كانوا فادوا نفسهم والكتب اللي بيعتبروها مراجع ليهم هي مجرد افكار لكن مش قوانين واللي ينفعك ما ينفعش غيرك وكل مجتمع له ظروفه ولو قوانينه التحفيز من اللايف كوتش هو قمة الفشل ديني نجاح يا قوم من فضلك انا عايز نجاح يا قوم من فضلك ممكن تسمع مارك زوكربيرج او تسمع بيل جيتس او ستيف جوبس او حد من الناس اللي نجحوا في حياتهم زي احمد زويل ولا دكتور مجدي يعقوب وكلامهم هيبقى مفيد اكتر في مواجهة المشكلات هيحفزك هتستفيد منه بجد لانهم ناس عندهم خبرة وتعبوا لحد ما حققوا اللي وصلولوه لكن تيجي تقولي بقى شخص لايف كوتش غلانتو التحفيز ايه منشطات يعني؟ مفيش اي انجازات له على ارض الواقع وكمان سهل جدا تكتشف ان لايف كوتش ده نصاب من خلال اسلوبه من خلال طريقته في العلاج يعني ما يتحكش عليك بكم مصطلح بكم مقولة شوية كلام براق كم شهادة من اماكن مجهولة ويقولك انا جامد جدا وان بعرف حل المشاكل وعندي اسرار كل حاجة فما يجيش يقولك هديك كورس تزبط بيه حياتك في اسبوع ولا جلستين وادفع يا معلم ده لو العفريتي للفانوس السحر اطلعلك هيحتاج وقت كبير جدا عشان يغير لك حياتك ويمكن يفشل كمان يجيلي بقى واحد يقولي انا لايف كوتش وهيحليلك كل مشاكلك في اسبوع ولا جلسة ولا جلستين ولا ثلاثة وما تخليش حد يضحك عليك عارفين سيجموند فرويد لو كان عايش اليومين دول وشاف بتوقع لايف كوتش اعتقد الراجل ده كان ممكن يجيلي اكتئاب وينتحر في النهاية من بتوقع لايف كوتش فما تخليش حد يخدعك او يضحك عليك شكرا شوفكم الحلقة الجاية سلام عليكم اشتركوا في القناة